اوكي هاي نفس الكنترولر اللي هلأ بنيناها هلأ خليها بس نتطلع على السامبلينج تايم قبل ما نكمل السامبلينج تايم هلأ فيه اكثر من طريقة طبعا تحطها هلأ عادة زلت تطلع على هذا اللي بلوك اليونيت ديلي ما رح يشتغل إلا يكون عارف السامبلينج تايم هلأ بتلاحظوا فيه كتير منهم بس تفتحوا محطوط فيه ماينوس ون هل السامبلينج تايم بقلو معنا انه يكون ماينوس ون اذا ماينوس ون شو معناها هون طلعوا النوت النوت بتقول ماينوس ون فو ايش يعني انهرت شو يعني كلمة انهرت انهرت يارث اذا هو من مكان تاني موجود بالسيستم يعني كأنه بقول انه هو ما بقرر هو ايش مقرر في مكان تاني بياخده هلا فيه طريقتين عادة انا اللي بعمله بحط في واحدة منهم خليل نشوف اظن هون حطيت اه حطيت انا كابتال تي بصير احط كابتال تي بس ليش لازم اعمل قبل ما اعمل فعرفها في فخلينا اعرفها في هي ايش لازم تكون هلا مش الخيار عندي مزبوط ما بصيرش هذا ايش لازم ارجع كل اللي احنا بنيناها هون عايش كانت مبنية ازا مروح هلا على وبتأكد ان الوارك سبيس فيه هايها موجودة كانت اصلا معرفة وهي حتى تتأكد هي موجودة هون في الوارك سبيس ها هيها من هون ازا احنا هلا هلا البقية كلهم هلا انا ما عملي شوفت بتغير انت تي بااخد تي قيمة وقيمة تاني هلا ما بعرف اذا فيه بس انا ما اظن فيه معنى ان يكون في بلوك اشي وفي بلوك تاني اشي لازم السيستم كله يمشي على نفس ولذلك ازا بتطلع كل هدول كلهم ماخدين فراح يعملوا من هاي اللي موجودة هون فكلهم موجود فيهم اوكي ازا هاي اخدنا احنا اخدنا ال اخدت الامتبوت تبع واي اخدت الامتبوت تبع واي عملت له دليا مرة دليا مرتين وبعدها اخدت هدول هلا هذا هون معروف احنا عرفنا هدول البرامتر بس هدول البرامتر طبعا الحالة عامة راح تكون مش بس هدول راح اخد كمان الكونت فاليو اوف اكس هون ما في عندي الكونت فاليو اوف اكس مظبوط بس لو بدي ابني انا موديل عام وانا مش عارف الوردر طبع الموديل لازم ازيد عددهم هدول مظبوط هلا اللي فعليا بصير بالنيورال نتورك ممكن يصير يابتاخدوا ناركس زي ما عملوهم الشباب او ممكن ازا انت باني وعارف الوردر تبع السيستم بصير النيورال نتورك بدو يطلع هدول الفاليوز بيطلع القيم اللي موجودة هون في هدول الـ constant values من هون. إذا نعمل run وتذكروا إحنا عملنا steady state قين عملنا؟ واحد. هاي اندي واضح. إيش لازم يكون هاي القيمة اللي هون؟ شايفين اللون هذا المجندا؟ بيان هذا معكم؟ هايو هادي هايها point one point one. هاي واحد تينين ثلاثة اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تساع عشر. اكي؟ إذن في عندي zero order hold متذكرين ضفنا zero order hold؟ والzero order hold ضمن لي انه in between the samples رح يضل محافظ على القيمة تبعته. لو ما حطيت zero order hold رح تلاقي بعطي impulse عند النقطة هاي وبعدين الـ value طبعا ما بضمنوش برا. بس حتى أضمن الـ value انه تضل محافظ عقيمته ما بين الـ sample high والـ sample high لازم أضيف ايش اسمه zero order hold؟ اللي هو كان اسمه الدائرة، شو كان اسمها الدائرة؟ sample and hold، كان اسمها sample and hold اللي موجودة هناك، إذن هاي أعطاني، هلا هذا system لو طبقت عليه، لو طبقت عليه السيستم التاني، اللي ممكن أبنيه بالـ differential equation، مش بقدر أبنيه بالـ differential equation، اللي هو بـ up amps. لو بدي أبنيه بالـ differential equation بتذكرين شو كانت المعادلة؟ كانت عندي اثنين على… F و S كانت اثنين على S square زائد S زائد 2. هاي بتساوي Y of S على X of S. مصبوط؟ نقرب هذول التنين بصير عندي 2 X of S بتساوي Y of S في S square زائد Y of S في S زائد 2 Y of S. هلا احنا شو بنقدر نعمل؟ بنقدر نقسم، بنقدر نقسم على X of S ونطلع الـ values. ها بدي أخذ Y of S وعملها، لو أسمدنا هاي هلا على S square بتصير هادي Y of S. بتصير هادي S minus 1، وبتصير هادي S minus 2، وهاي بتصير S minus 2. صار بإمكاننا هون هاي أعملها differential equation أبنيها إذا ما بدي أحط transfer function حتى نعمل physical realizable system زي ما عملنا الحالة التانية من هناك وبعدين بنطبقوا التنين على بعض بعطين الأفقود. الكل فاهم هاي physical realization اللي هون.